بثالث أكبر احتياطي في العالم الجزائر تطلق مشروعا ضخما لاستغلال الفوسفات مشروع صناعي واعد بفرص هائلة يشمل جميع المهن والأنشطة ذات الصلة بالصناعة المنجمية باستثمار إجمالي يعادل 15 مليار دولار يمتد المشروع على أربع ولايات شرق البلاد يبدأ من منجم ولاد الحدبة ببلدية بئر العاتر في ولاية تبسة أكبر حقل للفوسفات الخام بالجزائر باحتياطي يتجاوز ملياري طن ليتم نقل الكميات المستخرجة إلى منطقة وادي الكبريت بسوق هراس المحطة الثانية في تحويل الفوسفات الخام في مركب للمعالجة بطاقة تعادل خمسة ملايين طن سنوياً من الأسمدة الفوسفورية قبل الانتقال إلى المحطة الثالثة ضمن مصاري تحويل الفوسفات لإنتاج مليون ونصف المليون طن من الأمونياك سنوياً وتشكيلة واسعة من الأسمدة الآزوتية بمنطقة حجر السود بولاية سكيكدا عن نابا ستكون المحطة الرابعة ضمن المشروع العملاق عبر تسويق المنتج النهائي محلياً وتصديره المشروع الذي ينتظر أن ينفذ بشراكة صينية سيمكن من إنتاج عشرة ملايين طن من الفوسفات الخام مع تسويق ستة ملايين طن من الفوسفات المحول سنوياً في استثمار يستهدف تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير المناطق الحدودية